سوارش زي ما قلت لكم من بارح يعني ممكن تقول كده ايه مستقبله مش مضمون مستقبله مش مضمون الراجل اه بيشتغل في الظروف صعبة اه حتى لو راحل دلوقتي ما يجس ابدا الحكم عليه ما ينفعش تقال انه فشل مع النادي الاهلي بس هقفضل قرارها كل شوية مداش امارة مداش امارة هي دي المشكلة انت عفت تحيس كده فيه مدرب عنده لمح عنده حاجة انت لسه ما شفتش ده من الكارد سوارش هالي الظروف هي اللي مخليها مش عارف يطلق ده وارد جد بس هل الاهلي هيتحمل ياخد مخاطرة مع بداية الموسم اللي جاي في وجود سوارش وارد جد يا وارد الاهلي يقولك لأ انا اخترت وام مصمم على اختياري وراجل ده لما هشتغل في الظروف جيدة هيبقى كويس وراجل ده احنا عارفينه كويس واحنا بنتكلم معطه للوقت وعارفين طرق لعبه وعارفين خطته للمستقبل فممكن يقعد معانا ده اللي يشوفه بس بس النادي الاهلي والمسؤولين عن الكرة في النادي الاهلي لأنا ولا حضرتك هنشوفه ليه عشان اللي أنا شفته وحضرتك شفته انه لأ مداش حاجة كويسة بس هم ممكن يكونوا شايفين المستقبل مهم بس يكونوا شايفينه وشايفينه بشكل جيد ليه عشان وانت بتعمل صفقات عديدة وانت بتختار لعبين وانت بتعرض عليه لعبين لازم هو يكون شايف اللاعبين دول بشكل كويس ما هو لازم يختار اللاعب لأهلي هيكمل به فيبقى اللاعب كويس واللي مخليني الآن شوية من موضوع اختيارات صورش في اللاعبين اعتماده وحبه الشديد لميكي سوني قلقني شوية ما عرفش طبعا برضو ممكن تبقى وجهة نظره هو شايف حاجة احنا مش شايفينها بس اعتماد نهاردة ميكي سوني مباراة يعني في منتهى السوق كعدته يعني بيطلع في دي 84 او 85 ليه وينزل محمد محمود والاهلي ينشط في اخر خمس دا شوية كتير كتير يعني انت بتتكلم في لعب واضح يعني